واش نرجع للموضوع الاخير اللي هو المجلس وطني للصحفة كيف ما كتعرفوها النقاش يعني اولا المعارش كل الاخ اللي تكلم على المادة اربعة وخمسين من القانون اه للتذكير فقط هاد المادة كتكلم على تأسيس المجلس وطني للصحفة كتقولش بان الحكومة هي اللي مسؤولة باش تدير انتخابات باش نكون واضحين فهذا المجال را القانون واضح اواجبتوا معي لانا عرفتش واحد فيكم هيضح لي هاد سؤال وباش نزيد موضح حتى لو تدخل هاد المادة ماذا تقول ونقشناها بحدة قبل ما نجيبو هاد المشروع هنك نتكلمو على احكام انتقالية مادة اربعة وخمسين والمادة واضحة هاد المادة هاد تكلم في تأسيس المجلس وطني حنا اولا دولة انا داك او الحكومة السابقة فاش السلاث المجلس اعطته السلطة باش يسيه الرسول ولكن في نفس الوقت كان هناك غياب كيفاش نديرو هاد الانتخابات وهاد النقطة رات راتش بدات هاد ايام الدراسية اللي حضرت له انا على الاقل في البلمان بان هناك كان مجموعة انجي الاشكاليات في القانون الحالي كان مشكل لابا اول مجلس بغي دير انتخابات للمنخصية الجاية كان هناك قراءة كيقول لك الحكومة الحكومة فجأت وشفت القانون كنت قلت لا احنا عطينا السلطة اذا شكل من حقه يدير هاد الانتخابات ولاجينا نديروه ما انا تكلم على الفاغمسية ولاجينا نديروه مقاررة مع علميها الاخرى را الحكومة مش يلك يدير انتخابات اللي فغمسية ولانجي الاطباء او لا هما ينرثوا اذا اليوم الحكومة مش نودة قلتك هاد القانون ما كاملش رؤيا جنا هو ما بصح حتى الرئيس او المجلس الوطني الحالي فاش كي بغي دير انتخابات كيقولك بينا انا مادة غلج اليها باش ندير هاد الانتخابات كتجي اذا الحكومة كيقولك انا مادة ندير هذا الانتخابات تعالم لا كان اشكالية في القانون كان اشكالية حقيقة ف laying ف هاد في هاد الجانب ولو كان هناك مجموعة إذاً، قلنا نراجع هذا القانون إلى هذا اللجنة وناقشنا الأخوات والإخوان قريت منذ البارح وحتى الأسئلة اللي كترحة حنا مشنا بالمفهوم المؤسساتي ما بغناش ندخلوه لأنه ما بغناش ندخلوه في هاد النقاش الجمعية الفيدرالية تمتيلية الحكومة مشت بمفهوم مؤسساتي اليوم اللي عنده الشرعية الحالية الديمقراطية هي أول مجلس سوطني في الحال إذاً مشينا بالصفة الرئيس تمتيلية الصحافة تمتيلية الناشرين اللي كينا في النائب أو نائبة الرئيس مشينا في اللجن ما اخديناه مش بالنسبة ما اخديناش الأشخاص أو الأفراد دي في اللجن اللجن اللي يخصون يستمروا في إطار غياب دابان مجلس سوطني الصحافة بمفهوم المؤسساتي واحد ما غالش نوقفوه إحنا يلا كارد البرس لكم ما ممكنش تكونوا على الاستمرارية لانتم ما عارفين فاش كتكون انتخابات كدوزح لمدة ستشهر سبع شهر يمكن باش تكون الحكومة ولكن لا يعني أنك الوزارة ولو ما كتبقاش عندهم ديك لاجتيميتي بوليتيك باش ياخدوا قرارات استراتيجية ولكن كتكون استمرارية ديال الإدارة هاتش اللي كنقوله دب احنا يا هاد اللجنة الدور مجالها هو ناقش مع الفاعلين في هات المجال وتجيب لنا واحد المقترح المقترح لهذا دبنا فيها حتى شخصين اللي غايتعينهم طرف سيد رئيس الحكومة بعض الخبراء في المجال بالإعلام وذات الصحفة باش يجيب لنا واحد تصور جديد اللي غايتصلح الإشكاليات اللي الكل يتكلموا عليها اليوم هناك إجمع عليها أعتقي باكور هالإشكاليات صحيحها علش تكلمنا على سنتين في اللجنة لأن الفكرة هي أن هاد اللجنة عندها تسعة شهر باش يبنا هاد هاد المقترح أو هاد المشروع يعني ماكسيمون ممكن تكون في تشهر مهم المكسيمون موزع شهر وكنخليوا الحكومة ولي البرلمان لوقت باش باش يحترم المسترات الشريعية أنا داك يعني نقشها في المجلس الحكومة ودوز البرلمان بايبي الغرفة الأولى وغرفة ثانية كيف ماكتعرفوا وهاد وهاد يعني هاد المسترة فيها شون ديالوقت دبع حتى باش ندوزوا هالقانون بسرعة لها من دوزرها على الأقل قصنا واحد الشريع إني هاد اللجنة حقيقة ما هاد تفعل حتى تدوز في البرلمان وغرفة ثانية وعلاش الحكومة اليوم جات بمرسوم قانون جات بقانون جوستو مرش ماشرح حكومة كتبامش أباجينا غلن نقشو مع الإخوان ديالنا في الأغلبية في معرضة نفسروا لهم تحدي ديالنا عندنا مشي هو ندافع عن شخص ندافع عن المؤسسة لديها دورها مهم على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي أنا شخصيا في على هذا الكطاع تعرفوا أن هناك إشكاليات في مجموعة من المجالس أخرى ونحن نخضي الميشان للاتحاد كتاب المغريب يعرفوا هي الإشكالية اليوم ما بغناش مجلس المجلس 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 الصحفاء يعيش نفس الإشكاليات بغنا نتفادوا هات الإشكاليات ومؤسسات تفقى عندها واحد دور أثاسي مهم وطنيا ودوليا مجلس المجلس 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 الصحفاء كلا واحد دور أثاسي جدا في إطار يعني الدفاع على القضايا الكبرى للوطن إذاً ما يمكن لاش نجربة لعشناها صادقاً نعود نعيش واحدة مع الساحب هذا هو الوعد لكين وهذا هو النقاش لكين تقوا بيا الأخوات والإخوان حاولنا في إطار الممكن في إطار الممكن تفدأوا النقاش للأفراد والأشخاص والمشي والمؤسسات بالنسبة لأكتر تمتيلية ولا أقل تمتيلية الوزراء حالياً في إطار القوانين كيفما كيدلوا القطاعات الأخرى إحنا كنشوفوا التركيبان ديال الجمعيات اللي هيكون عندهم أكتر تقليل والنقابات كذلك باش يكون واحد الحوار مؤسساتي كيفما كينتفقد على الأخرى وعادي جداً عادي يخصو يكون يخصو واحد لوك نحسمه كيف نعرفوه أنا ذاك المحاولة ديالنا خاصة أن اليوم كيفما كتعرفوك المجموعة ديال المنظمات نسميها بحركة أو جمعيات مشغل وطنية حتى جهوية اللي كتأسس وكتمثل مجموعة ديال مقاولات صحفية على صعيد الجهاد نقصنا واحد يعنا في اليوم كتروا المواقع المزيان تبجير كلها انفرماسون كينا وبعنا كين واحد تواصل دائما بين المسؤولين وما بين المواتنات والمواتنين عبر هاد المواقع كين اللي كيلعبوه دور إيجابي وكيمشوا قلب ولا المعمول حسن كين اللي كمارك عارفين بلا من صان كومنتير احنا الدور نجلنا هو مرة أخرى نساعدوا معكم مع السحفيات والصحفيين مع المقاولات نضمو هاد القطاع باش يقول لي مهيكل ونعرفوه مع من كنتواصلوه ونعرفوه ان خاصة في في ضل هاد الانفورماسيون كي تساكوا لغا بيضموه يغيزو سوسيو لابا واللات المعلومة بغيتها ولا ما بغيتها شراكينا حنا الدور نجلنا هو القوي ومرة أخرى الصحافة المعقولة المسؤولة اللي كتحترم الصحفيين ديالها اللي كتحترم البلاد ديالها اللي كتحترم المعلومة كن قولوش ما تزروش على الاشي نكون واضحين مهي النقطة ماشي هي الحكومة او الاغلادية او المعادة لا هي المعلومة الحقيقية الحقيقة هي اللي تصل ولي المواطن المغربي انا داك ديك ساعة اللي بغا باش ديك ساعة ديك ساعة ديك او الاراء اللي بغا بالنسبة للك المعلومة اللي غا تصل ودوه التحدي لانا كي وتطورات اللي كتا تعرف المجال الصحفي ومستعدين مرة أخرى باش نشاهدوا باش نوصلوا يعني كالدول اللي غا تلعبوا المجلس من الصحافة وكالدول اللي غا تلعبوا الحكومة داير الحكومة هنا ممتلة فقط بطريقة استشارية يعني الممتلة على القطاع التواصل معندوش عضوية داخل هاد اللجنة هو كي يحضر فقط باش يرتب الامور الادارية والاستشارية يعني في مجال القانوني فترة وانا داك او لك مواسع النظر عدب انتم ممانين بطريقة مباشرة انتم الصحفيات والصحفيين باش تقدموا المشروع اللي كينفعكم ولي غا تعاونوا احنا وياكم كحكومة وكقطع باش نهيكلوا هاد المجال وانا مشو ما هو احسن هادي تجربة اولى فيها مجموعة الايجابيات وكان بعض النقاط اللي خصوم يصنحوا عادي جدا سلا بخوم يغفوا مع مرة ما كانت مش هادي عشرين عام وجرال يوم خلال تجربة اولى وحتى فاشت نشأت هاتجربة الاخوان اللي ساهموا في تشكيل هاد المجلس كتوني انا داك وهم وهم كيشكلوا انا داك المجلس كتوني وكان لديهم ملاحظات وهم كيشكلوا يقولوا مش مش مشكلة سنتفاداوه هاتي وغان مشيو مرة غان مشيو ونصنحوه فاشتتنا الفرصة ونصنحوه الاشكاليات اللي كنعيشو هاليوم بما فيهم الاشكاليات القانونية واللي جراء هو ان السنتين ديال كوبيد ما خلاتش انا داك المجلس كتوني الصحابة يوصل لاهداف دياله ايضا باش انا 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 دي للي كون واحد طلب انتفاداوه النقاش عند الاسراد والاشخاص ونهضروا على المؤسسات وفي الاخير المؤسسات يبقاوه ركونا كان مشيو شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم